مراجعة ردود الأفعال الأولى لجائحة كورونا تظهر بوضوح تردد غير مبرر ما أضاع الكثير من الوقت وأثار حيرة سببت الكثير من الارتباك علاوة على كثير من الفوضى في المعالجات أدت في النهاية مجتمعة إلى ارتفاع أعداد المصابين والضحايا حول العالم المخاوف الاقتصادية كانت سببا من أسباب التردد لكن الثمن ظل باهظا مع تعطيل أجداء مهمة من الاقتصاد كالسياحة والطيران وتأثر كل القطاعات الأخرى وتراجع أسعار النفط مع تراجع الطلب السؤال هنا هل فشل العالم في مواجهة الجائحة؟ سؤال لا يتوفر له جواب واحد فالمقاربات مختلفة المؤسسات الصحية اكتشفت أنها غير مؤهلة للأوبئة المعدات الطبية ما تزال غير كافية ووسائل الوقاية ما تزال موضع جدل فمنها السؤال مثلا ما إذا كان استخدام الكمامات مفيدا أم لا؟ أما العلاجات فما تزال تراوح بين خيارات شتى منها البحث عن خلطات سحرية لأدوية مستخدمة في السابق ومنها أيضا محاولات بحث أخرى ذات علاجات مبتكرة أكثر ما يحز في النفس ليس الذين فقدوا من البشر فحسب وإنما أيضا عشرات الملايين ممن كانوا يعملون على قوت يومهم فوجدوا أنفسهم بلا قوت هذه العاقبة الاقتصادية لم تكن في حسبان أحد وهي ذاتها العاقبة التي تصير المخاوف حول أوضاع الدول الفقيرة عالم اليوم يبدو مأزوما من جهتين اثنتين الأولى صحية والثانية اقتصادية بل وربما أيضا من أزمات أخرى اجتماعية وسياسية بالنظر إلى النتائج الفرعية المرتدة للوباء ولكن ما أن يتوفر العلاج فإن الكثير من هذه النتائج سوف تبدأ بالتراجع الاقتصاد سوف يعود للتعافي رويدا رويدا والخدمات الصحية سوف تكون في حال أفضل حينها فقط الدروس سوف تستخلص يضر الولايات المتحدة ما يضر الصين ويخدم ألمانيا ما يخدم إيطاليا وبتخصيص خمسة تريليونات دولار من جانب قمة العشرين الأخيرة التي قادها الملك سلمان بن عبد العزيز فقد قيل بوضوح إن المال ليس أكثر أهمية من حياة البشر لكن عطفا على كل ما سبق ثمت ما قد يظل عالقا ذكرى الذين فقدناهم والمتطوعين الذين مدوا يد العون للمحتاجين والأبطال الذين كافحوا لتحقيق الانتصار من أطباء وممرضين أولئك الذين نكافئهم بالتصفيق من كل نافذة وباب شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة